بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنجا على ربي ذذروم نبعث في اللون لهموم كنجا على ربي السر ذليسر يرنوياون ثلاثا سر ثمليلس وزليس اندا احيالا بركان بو يحيا ذي أث دوالا مدينغ اسمون ذي اسمون يسعى نزل ذي التاريخ امكانك ذمكان تموسني ذمكان القراء ذمكان القرآن بوال ربي ذمكان ترقزا ذي الوقت التعليم الأصلي ذاقي صغرايا وتوالغ اللان كلا نطلبا أثن ذاقي حضرا يرنغ إجقارنا وليا ربي قرآن الكريم حفظنت أرننس علوم القرآن أرننس العلوم النظم ماذا الحساب والرياضيات علم الجغرافية والعلوم النظم ذاقي وليا ربي ويقوم بشكل ويقوم بشكل تاريخ ذا تاريخ دنطقن ذا تاريخ غديف كان أينم السلام أماكن قارن فقيت تجرى لحلو إن شاء الله لفذا أدتساكي إنيلهان أدتساكي لحلو سلام بعض الآيات من صورة الإسراء يميد نا ربي قويس وكل شي انفصلناه تفصيلا يميد يبض الآيات يقين ذي غد نغير يمسل يشد دنس والأربي القرآن الكريم يسعى ستين حزب الطهر يسعى ثلاثين جزء يسعى مية واربعطاش انتصر ثين يسعى ستلاف ميتين وستو وثلاثين اللياث يسعى سبع وسبعين ألف وربعمية وثلاثين من الكلمة فيمسلين يسعى ثلثمية وربعين ألف وسبعمية وربعين حرفاً 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 كلمة ثلثمية وربعين ألف وسبعمية وربعين حرفاً وقيد القرآن الكريم إسلام وكل شيء فصلناه تفصيلاً لن ألف أمر النواهي أين يفيد دينها ربي ألف مثلاً وأحل الله البيعة وحرم الربع نهي لا تقربوا الفواحش إلى آخره عدد الواعيد أن دسل يا ربي في هذا الواعيد الواعيد ألف عدد آيات الوعد أن دا ربي وعدد ربي لا يخلف المعاد ألف عدد الأخبار والقصص ثلثم مثلاً سالأخبار سبحان الذي أسرى بعبديه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أوائل سورة الإسراء عدد العبر عدد الأخبار والقصص ألف عدد العبر والأمثال الأمثال مثلاً في سورة إبراهيم ألم ترك فضر بالله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء الآية 24 وما بعدها من سورة إبراهيم عدد العبر والأمثال ألف عدد آيات الحلال والحرام خمسمية عدد آيات الدعاء مية وإلى آخره من التفاصيل ربي ربي ند في سورة الإسراء سلمسي الشيخ إغراد الآية التاسعة إمدينا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وقفة مع هذه الآية التاسعة من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام القرآن ينزلنا في سيدنا محمد صلى الله ورحمة يتوليه سفرذ يلهان أماذ قوين يعنى الإيمان يوريغ دفريذ أماذ يعنى العبادات أماذ يعنى الطرف قاو الأخلاق أماذ يعنى أحكام التشريع يوث الآية الآية التاسعة تقودنا إلى هذا البيان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام القرآن يقول مثلا يتوف السر ذاقي ذاقي قوك الأفريكان فسر أنت العلام قرآن أنت مور ثناغ ذاقي فسر استقبيلي استمسلي النغ سرفان منه خطر وقذو والربي عزيز القرآن معجزة الله الخالدة يتوف تفسر سعهد الصحابة من أشهر مفسر الصحابة أبو بكر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس أبو موسى الأشعري زيد بن ثابت وقيمين كبار المفسرين من الصحابة التابعين منهم سعيد بن جبير منهم عطاء بن أبي رباح منهم مجاهد منهم عكرمة منهم الحسن البصري أي غر التاريخ إلى قثن غر وثن السين خطر سين 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 قسعهد النبي عليه الصلاة والسلام أكغل ماثفوك الدنيث والتفسير وأنواع لنقا دفس القرآن الكريم ما يسمى بالتفسير بالمأثور التفسير بالمأثور عن طريق الأثر التفسير الأثري إلى الدور المنثور للإمام السيوطي جلال الدين السيوطي إلى بحر العلوم للإمام السمرقندي إلى تفسير ابن كثير تفسير الطبري وقت تفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن السنة تفسير القرآن بالسنة وبأثر الصحابة إلى التفسير بالرأي التفسير بالرأي بالمعقول إلا ذا غساء تفسير منهم تفسير الإمام الرازي تفسير الإمام البيضاوي إلى التفسير الجامع بين المعقول والمأثور مثل تفسير المنار لمحمد رشيد رضع إلى التفسير الأدبي تفسير البلاغي تفسير الإشاري في غد دينيق القرآن الكريم قد شنف اللسي مسناو عبر التاريخ ونكوني ثامورث الناغ ناشي تسيج الليلث ثامورث الناغ إذ يفكان الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري إذ يفكان الإمام ابن معطي إذ يفكان المولود الحافظي إذ يفكان سيده أحمد بن دريس إذ يفكان سيده منصور إذ يفكان سيده سحنون إذ يفكان إذ يفكان أطاسي مسناو يوكذي قحريشن انتموسني نتشار عيث ثوراً قيم أنا هضر شطح في الآية فيستسعى إذ ينار بي سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام يوكو الإحصاءات نومي السلام أدنشفذ بعض الآيات أي نعنان الإيمان خطر ذنسي ذلساس ذنساني تايجذيث الإيمان إذ ذرد القرآن في اللاس إيوو الهاغ باش نسينا ربي باش وغي ورقاغي عرق وفريد أن نسينا بي أنا من يوكسوين دينار بنا من يس مثلاً في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لعظمي السنة ربي بعد ذي السنين النظم وربيناد في سورة البقرة الآية 156 إناد لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالاً في صاملها أي نعنى للعبادة أربيناد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات الآية 55 وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إمنسنا ربي أثناء في ذو وحدس وسنترر أشريح آيات العبادة إناد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي نعنى أحريح وثلاثاً أي نعنى تصرف أي نعنى الأخلاق سيد ربيناد وإنك لاعلى خلق عظيم سيد ربيناد لفالور القيم يرشداغ لقرآن الكريم بس انسعوا القيم مثو ذرث النغ لحيا لقدر الاحترام أول زيضاً وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن كظم الغيض والكظمين الغيض العفو والعافين عن الناس الإحسان والله يحب المحسنين فيغدينيغ أين يعنى نكتصرفقا يلغدق والربي يولهاغ بش انسعوا اتصرفقا علايا انفيوش في صلار يسلمين ناد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أي نعنان القصص والعبر والتاريخ ثورنسلا أوائل سورة الإسراء بشاق ديسميك يا ربي سبحانه رحلة الإسراء الأرضية منطلقها من المسجد الحرام بمكة سنث في ذا رحلة الإسراء عليه الصلاة والسلام كل البوراق منتهها بالمسجد الأقصى الجريح الذي يتعرض لكل ألوان العدوان خاصة في هذه الأيام في غزة وفي فلسطين ذا نقرح نصواتها سواجي مسر النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق رحلة المعراج السماوية وفي فلسطين وفي فلسطين سواجي الأمة ستعاني من أنواع القروح ستشثيثة ثم قرانة ولكن إلا قد انظر ما يل الأمة ستعزيز أتطفض قوة لربي أتطفض ذي القران الكريم ذنت أيضا آيات التشريع القرآن الكريم إفكا يغد آيات التشريع باشا ذي قرز تيخل النغ ثو ذرث النغ أتطفض سورة البقرة سيذي ربي فكاد أطول آية في القرآن ذي التشريع الآية ميتين واثنين وثمانين من سورة البقرة آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ذي استوثيق الديون الإشهاد التجارة الرهن المدينة واتقوا الله ويعلمكم الله قبل آية ميتين وثمانين ربي هضراغد في بعض المحرمات آيات الحرام والحلال مثل الآية ميتين وخمسة وسبعين من سورة البقرة وأحل الله البيعة وحرم الربا ذي سورة النور آيات ضابطة لحركة الإنسان زارعة للقيم ضابطة العلاقات بين أفراد الأسرة في المجتمع ذي ثواشول ذي ثمتي ذي مكلام كان ذي تجارة آثنت ترسل من الآية وأحل الله البيع وحرم الربا البيع الشر ذي الحلال الربا ذي لحرام أربي إفغياغين الهان إفغياغ ثلويف إفغياغ لحلال ذي سورة الروم الآية واحد وعشرين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون آيات ضابطة لحركة الإنسان في سورة الجاثية الآية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون القرآن الكريم منهاج حياة قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا القرآن يساق الزالي ثمورث النَّار يساق الزالي قَثْ دُوَلًا وَيْكَ الْأَفْرِكَان أَذْوهُ يَحْيَا أَذِي قِيمَكَ إن شاء الله دي سعونا زال أَلْمَثْفَكِ الدُّونِيث كُنْي جَالَرْبِي ذَذِرُوم إِفْكَيَوْنِ السَّرِ دِلِي سَرْ ثَلَفَنْ سَرْ أَمِينَ